اشتركوا في القناة ودعائكم ويرحم أمواتنا وأمواتكم ويرزقنا وإياكم إن يشاء الله تعالى بحق محمد وآل محمد طبعا اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 15 نيسان إبريل القمر موجود في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والظفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفيك والقمر رح ينكث في هاي المنزل لغاية الساعة 17 و11 دقيقة من مساء يوم الجمعة 15 أربعة لينتقل بعديها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل طبعا إحنا ذكرنا يوم أمس إنه في عنا خلو مسار وانتقال للقمر من الميزان للعذراء من العذراء للميزان عفوا عكسناها ولكن إنه إحنا موعد بث الحلقة بيكون لسه ما صار خلو المسار يعني إحنا أنا ببث الحلقة على اليوتيوب الساعة 2 بتوقيت جرينج وإحنا ذكرنا إنه خلو المسار رح يبدأ ساعة 6 و11 دقيقة بتوقيت جرينج مساء يعني ضايل أربع ساعات تقريبا من بث الحلقة لبداية خلو المسار في فترة ما قبل خلو المسار في زاوية تشكلت أو رح تبلشت تأثيراتها هي زاوية القمر مع بلوتو هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون الساعة 6 و11 دقيقة من مساء الليلة هاي اللي هي الخميس هاي الزاوية زاوية إيجابية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة وحكينا أن هاي الزاوية تأثيراتها رح تضل تقريبا فجر يوم الجمعة أما بالنسبة لخلو المسار بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ خلو المسار رح يبدأ ساعة 6 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام ساعة 48 و45 دقيقة مساء من مساء الليلة هاي الخميس يعني موعد بث الحلقة بتوقيت جرينج هذا بيعني أن هاي الفترة المذكورة اللي هي مدتها تقريبا بحدود الساعتين ونص لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار إحنا بنا نعتبر أنه في أشخاص رح يحضروا الحلقة ما بعد انتهاء أو انقضاء خلو المسار وفي أشخاص هم يفهمين علي إيش اللي أنا بقصده من الحكي فتوقعاتنا اليوم كأنه القمر أنهى وانتقل لبرج الميزان يعني رح نذكر انتقاله بدون ما نذكر أي شيء عن وتواجده في العذراء مدة اللي هي الساعات القليلة المتبقية القمر رح يكون في برج الميزان ويستقر الساعة ثمانية وخمس واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء الليلة اللي هي الخميس على الجمعة هاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر طبعا على جميع الأبراج خلال الفترة القادمة منكون اجتماعيا أكثر ومنميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقها لم تستقر بعد طبعا هاي الفترة بننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجيات جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاوية تربيع السلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي ذكرنا عنها في الحلقات الماضية وعنا هاي الزاوية طبعا هي من تأثيراتها من يوم 14-4 لغاية يوم 22-4 غاية مدة اللي هي ذروة تأثيراتها هي رح تتشكل ذروتها الأساسية يوم 18-4 بتور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وصادفت إنه هاي زاوية مع انتقال المريخ يعني في حد أحداث إلها علاقة بالأمور اللي احنا ذكرناها بتعزز التسلط عند البعض وبحاول فرض سيطرتهم على الآخرين طبعا بتدل هاي زاوية إنه على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن أو الاستقرار هناك احتمال وقوة حوادث كحرائق وظواهر طبيعية كزلازل البراكين أو التعريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو هي زاوية بطيئة وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 17 أربعة هي زاوية إيجابية بين الشمس وبين زحل بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين المشتري وبين نبتون وتأثيراتها مستمرة لغاية يوم 25 أربعة هاي زاوية مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية في هاي الفترة ممكن تنتهي وضعية حرجة لبعض الأشخاص وبعض الأشخاص ممكن يقعوا في الحب من أول نظرة بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في زوايا فلكية ولكن عندنا حدث اللي هو انتقال المريخ لبرج الحوت هذا الحدث مهم جدا لأنه هذا مدته أربعين يوم طبعا في حلقة نزلت صارت موجودة على القناة اليوم نزلت بتحكي عن كل التأثيرات والزوايا والتأثيرات على جميع الأبراج بيت تفصيل الممل فما بقدر أضيفها مع التوقعات اليومية لأنها بتصير الحلقة طويلة كثير ومش الكورل رح يتابعها فاحنا عملنا حلقة خاصة اللي بيحب يسمعها طبعا عشان يستفيد من كل معلوماتها موجودة على القناة عشان نفصل ونقلل وقت التوقعات طبعا عشان نحكي نبذي عنه أنه انتقال المريخ رح يصير في ساعات صباح اليوم يعني الساعة ثلاثة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينج رح ينتقل من المريخ من الدلو للحوت ورح يستمر تواجده في الحوت حتى يوم 24.05 ساعة 11.16 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا الحساسة اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضو لللمس والبنكرياس والأنسولين أسفل الظهر زائد الدودية بالنسبة لهذا اليوم هو مناسب للعمليات الجراحية يعني صحيح أنه مراحل اكتمال القمر ولكن ما زال الوضع فيه نوع من أنواع الإيجابية ابتداء من بكرة يعني من صيري نحكي أنه غير مناسب لا غاية من تجاوز اللي هي مراحل الاكتمال طبعا مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا برضو مناسب جدا خلال هذا اليوم ممكن بعض الآثار كارتفاع حرارة أو شعور بوهج بالجسم بندول أو براستنول أو أي خافض حرارة يفي بالغرض كل ست ساعات لو أخذ الواحد حبتين بيكون ممتاز اللي هو حبتين عيار خمسمية كل واحدة فيهم يعني الثنتين عيارهم ألف بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الميزان خلو المسار القادم رح يبدأ يوم السبت 16 أربعة رح يبدأ في تمام الساعة التسعة و 56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام اليوم التالي أي يوم الأحد تقريبا بعد منتصف الليل بـ 22 دقيقة منكون دخلنا في يوم الأحد اللي هو 17 أربعة الساعة 12 و 22 دقيقة بعد منتصف ليل السبت على الأحد لا يستقر القمر في برج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل العمر 14 يوم في تمام الساعة 3 و 13 دقيقة عصرا بيصبح 15 يوم نسبة الإضاءة بتصير 95% عشان هيك منقدر نحكي أنه احنا الآن بدأنا في أيام اللي بدهم يعملوا حجامة هذه الأيام مناسبة للحجامة اللي هي يوم هذا اليوم اللي هو الجمعة والسبت والأحد ويوم الاثنين هذولا الأيام ممتازة للحجامة اللي حابيني أعمل حجامة هي زي ما حكينا يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد يوم الاثنين هذولا أفضل أيام للحجامة أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية في القمر في الميزان حتى يوم سبعتاش أربعة منتحس بنسبة أربعين في المية الآن ولكن مع ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الثور حتى يوم تسعة وعشرين أربعة منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الحوت حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في الدلو بده ينتقلنا الحوت طبعاً راح يمكث في الحوت لا يوم أربعة وعشرين خمسة هو الآن منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عشان الانتقال اللي هي مدة الانتقال وبعدين برجع سعيد المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبقن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% إبلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر صار مقابلهم تماما وهذا الشيء يعطيهم إيجابية على مستوى الشراكات المالية والعاطفية ممكن يعززوا علاقاتهم مع شركاهم بشكل جيد بوسعهم برضو بخلال اليومين القادمات هذولا توقيع عقدة أو تمام خطبة أو زفاف أو ما يتعلق بهما برضو بدكوا تديروا بالكم من التأثيرات السلبية اللي شوي ممكن تكون على شكل متاعب عائلية أو مهنية أو طاقتك ضعيفة شوي تشعر بالوهن أو عدم القدرة على إنجاز كثير من الأمور أهم إيش إنك ما ترتجل المواقف واتجنب الانتقادات وخصوصا بمطاق عملك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيتراكم العمل عندكم ولكن ممكن تجدوا تعاون من زملائكم طبعا القمر صار في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فبركز على النقطتين هذولا أكثر شيء لا تفرضوا سلطتكم على زملائكم ولا مشاكل معهم بتقدروا تنمارسوا نشاط بدني المحافظة على ياقتكم أو البدء بحمية بتقدر تباكر لعملك أهم إيش إنك ما تلتهي الانشغالات عندك كثير اليوم وممكن ما تنجح في إتمامها بالكامل يعني تجد إنه تراكم العمل عندك عشان هيك نظم مقتك وحاول إنك ما تقصر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا يوم مميز جدا بالنسبة لألكم لأنه القمر صار في البيت الخامس فهو أنا بتشتد رهبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وهاي فترة مناسبة جدا لممارسة نشاط فني أو أدبي أو هواي معينة مثلا هاي فترة استثنائية ورائعة رح يبتسم لك الحظ فيها ورح تكون فرحتك فيها كبيرة لخبر أو لحدث معين أو لإتمام شيء معين ممكن تهتم باستعادة موقعك وممكن تتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظار الفترة هاي بتحمل انفراجات وخبر صار برج السرطان ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم خلال فترة اليومين وربع القادمات بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو عائلية هي اللي تلفت انتباهك أو تنشغل فيها خلال اليومين القادمات وبرضو هاي الفترة بدك تدير بالك من مصاريف إضافية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات وفترة ممتازة جدا بالنسبة للكم خصوصا اللي عندهم امتحانات لأنه بالفترة هاي بوسعكم اجتياز امتحان وممكن تعززوا العلاقة ما بينك وبين أخ أو جار اليوم انت رح تستوعب الظروف أكثر ورح تتكيف معها بسهولة هاي فترة منقدر نسميها فترة تواصل بناء مع الآخرين رح تنشط بشكل كثير باتصالاتك وتنقلاتك رح تتمتع بنشاط ذهني باسمحلك بالمنافس القوية أهم شيء انك ما تضيع عليك الفرص برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء متضل فيه فرص لمكاسب مالية اليوم ممكن تحققوها من خلال عمل إضافي لأنه أغلب الفرص رح تيجي من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو دعم أو هدية أو استرداد بعض الأموال لإلهم فبتتركز الأمور كلها على الأمور المالية ممكن تقلق بس من مصاريف طبية أو استشفائية أو ممكن تناقش عقود ومعاملات إدارية حاول أنك تناقشها بتأني ودقخ بالتفاصيل اليوم أنت بترغب بمساعدة أحدهم أو بتقوم بالمبادرة مبادرة خيرة أو خطوة باتجاه هذا الموضوع برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم خصوصا يعني من بعد بث الحلقة اللي هو من بعد ثلاث ساعات يعني أنتوا بلشتوا تشعروا بالطاقة الإيجابية يعني بلشت أجسامكم بتقلب فيها حيوية أكثر ثقتكم بنفسكم أكبر بتنجحوا بتدفع بمصالحكم اليوم شعبيتكم في تصاعد وهذه الفترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت أهم شيء أنهم ما تهملوا هاي الإشارات كرروا المحاولات وخصوصا في الأمور اللي ما كانت تقدروا تحلوها بالفترة الماضية الآن بتقدروا تكرروا المحاولة عشان تنتجوا أو تنجزوا ممكن إيه بتسملك الحظ فيها ممكن اليوم تكون مبسوط لاستعادتك موقعك أو موقع تخليت عنه بالفترة الماضية وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر الآن خلاص وصل للميزان هنا منقدر نحسب إنه أنتو وصلتوا لمرحلة صعبة شوي مدتها يومين وربع بتكون تتحملوها عشان تمضي على خير ممكن تشعروا بشوي التعب أو يسيطر عليكو شوي هيك ملل حاولوا أنه تخلدوا للراحة حاولوا فقط أنه تسيطروا على عصادكم حاولوا تنجزوا بس اللي بتقدروا عليه يعني زي أعمال روتينية فقط لا غير أو أعمال عاجلة ممكن خلال فترة يسود يسود سوء تفاهم تخف وطيرتك تشعر بالملل ممكن تشعر بتأخير بالمعاملات أو أشياء كنت متفق مع أشخاص تلغى فجأة وممكن أنت ترغب بالابتعاد عن الأجواء الصاخبة لأنها هاي بفترة ضاغطة فيها سلبية فبدك تحذر منها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً بتنشطوا اليوم اجتماعياً وبتسعدوا من اللقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة ومناسبة سعيدة أهم إشي أنك تتجنبوا العناد وحاول أنك تكون أكثر انفتاح على أراء ومواقف الآخرين بدون ما تتزمت برأيك بدون ما تعصب أهم إشي أنه ما تتكاسل بادر لتصحيح الأقطاء استعادة موقعك اليوم بمعنى آخر ما بناسبك أنك بقاءك وحيد اليوم هذا يوم اللقاءات الاجتماعية والاستفادة من اجتماعياتك وعلاقاتك فعشان هيك بدك تتحرك بكافة الاتجاهات برج الجديد بالنسبة لمعوليد برج الجدي طبعا هذا يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم يبينتبه لكم برضو المسؤولون وبيقدروا جهودكم بشكل جيد بخلال هاي الفترة حاول أنك تقدم أفضل ما عندك وما تتهرب من المسؤوليات المكللة إلك أو من أداء الواجب لأنه إذا أخلفت وما اسمعت النصيحة ودخلت بمشاكل اليوم فأكيد رح تضر بمصالحك برضو هاي فترة لا تصلح لمخالفة القوانين والمجازفات والإنفعالات بدعوك لاستثمار كل الفرص الجيدة خلال هاي الفترة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا فترة ممتازة جدا رح تنشطوا فيها بالاتصالات البعيدة الحوارات مع أجانب دورات تعليمية تقديم امتحانات كلها هاي مناسبة جدا حتى مناسبة للسفر لبعيد خارج البلاد وممكن أشخاص مسافرين من برج الدلو خارج البلاد يرجعوا لبلدهم الأم وهذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان أهم شيء أنه ما تستسلم بل كرر المحاولة ثابر حتى تصل أهدافك حتى على المستوى العاطفي الأجواء الجيدة هاي تعتبر من أفضل أيام الشهر وبترافقك حضوض ممتازة جدا وممكن أنك تقوم برحلة أو تشارك في احتفالية أو تناقش موضوع معين برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة القمر تحرك درجي هسا مش مقابلكم بالبيت الثامن فهو بركز على الأموال المشتركة اللي هي بتكون فرص متاحة لمكاسب مصدرها شراكة أو تعويض أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم ممكن تناقشوا موضوع بتعلق بتمويل أو قرض ما بتناقشوا موضوع مهمة وبتعيشوا امتحانات صعبة فعشان هيك بدكوا تعالجوا الشؤون الإدارية بدقة بشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية خلال هذا اليوم حاولوا قدر الإمكان أنه تضبطوا أعصابكم بدون انفعالات ممكن يلفت انتباهك بعض المسائل العائلية هي اللي شوي تخليك تنظر لها شوي هيك بمصريف أو تلفت انتباهك ولكن انه بدك اليوم تستغل فرص للمكاسب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء